الهارد ديسك مقسم إلى خانات أو سكترات لنفرض أدنى ملفات مخزنة في هذه الخانات من الهارد وعند حذفها وعمل فورمات ستبقى مخزنة في نفس المكان ولذلك أي برنامج استعادة المحذوفات ممكن يرجع البيانات بسهولة وطبعا إذا كانت معلومات شخصية مهمة أو سرية هذا شيء يعتبر كارثة طيب شن الحل حتى نهذف البيانات بشكل نهائي تعالوا نشرح لكم فد أمر داخل الهارد بعد حذف البيانات الحاسوب يعطي أمر للهارد أن يحتفظ بالبيانات طالما أكو مساحة فارغة فعندما تمتلئ الأماكن الفارغة رح يضطر الهارد إلى أفراغ البيانات المحذوفة وتخزين البيانات الجديدة مكانها وهنا رح تختفي بشكل نهائي الخلاصة عندما نريد نحذف بيانات بشكل نهائي لابد أن نحذفها من الحاسوب أولا وعمل فورمات للهارد ومن ثم نملأ الهارد بالكامل ببيانات جديدة مثلا أفلام، برامج، أي بيانات ممكن تملأ الهارد بالكامل ثم نعمل فورمات من جديد وبهذه الطريقة رح تخطف البيانات بشكل نهائي وإلى الأبد